صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا السؤال الرابع في ورقة الامتحان ويكون عندنا السؤال الرابع هو سؤال تشوز سؤال اختياري نبدأ مع بعض السؤال الاول عندي بيقول لي هنا هنا بيقول لك ان هي ما بتاخدش اي فلوس هي تعمل ايز اقول لك طبعا عمل تطوعي عمل تطوعي اسمه بلانتري وارك يبهن كلمة بلانتري بعد كده بيقول لي هنا هو ما عندوش اي ابوين ما عندوش اب او ام يبه هو اي طبعا اورفان يعني ياتيم بعد كده طيب هنا بيقول لك الناس اللي بتعزف موسيقى معن طبعا مجموعة من الناس بيعزفوا موسيقى معن دي فرقة موسيقية اللي هي بقى باند اللي بعده ميل از زي اوبوزت نقط طبعا كلمة اوبوزت معناها عكس او مضاد عكس كلمة ذكر طبعا انسة اللي هي كلمة في ميل بعد كده هي دريم از تو جو تو زا اوليمبكس شي از نقط بيقول لك حلمها انها تروح الالومبياد هي بقى بتشتغل ايه طبعا هنا عايز يقول لك لا عبدا كنباز زي حبيبة مرزوق كده اللي هي اسمها جيملست يبهن اقول له جيملست الصحة اللي بعد كده بيكون عندنا اسئلة على الوحدة التانية يونيت تو السؤال الاول بيقولي هنا بعض الاطفال بعض الاطفال في دولة اوغندا عادة بيعبروا النهر بايه هو كان بيقولي في الوحدة ان هم بيعبروا بالكينو اللي هو طبعا الزورق الصغير بعد كده بعض الاطفال بقى في مصر طبعا كان بيقول لنا ان هم بيركابوا الحجل اللي هي اسمها سايكل بعد كده بيقولي هنا انظر في ايه علشان تعرف الحصص بتاعت النهاردة او دروس النهاردة هم بص فيه جدول الموعيد جدول الموعيد يعني time table اللي بعده بيقولي هنا نقطة to keep my pens in انا عندي اعيز اقولك مقلمة صغيرة علشان نحط فيها الالام نحط الالام فين بقى فيه ال pencil case اللي هي المقلمة يبقى هنا كلمة case اللي بعده we can use a comma to not items in a list خلي بيقولي احنا نقدر نستخدم الكاما علشان نفصل اللي هي separate بين العناصر يبقى هنا كلمة separate الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا اسئلة على الوحدة الثالثة السؤال الاول بيقولي هنا my hair not it is not straight هنا بيقول شعري بيكون ايه هو مش ناعم خلي بالك طرح ما هو مش ناعم يبقى هو curly اللي هو طبعا مجعد يبقى كلمة curly اللي بعده I am a not of محمد صلاح طيب هنا بيقول انا ايه محمد صلاح اعيز اقولك انا اكون طبعا مشجع لمحمد صلاح مشجع او متابع اللي هي كلمة fan يبقى هنا I am fan محمد صلاح اللي بعده because she cannot walk بسبب انه هي مش بتقدر تمشي she uses not هي ما بتقدرش تمشي علشان كده هي بتستخدم كرسي متحرك كرسي متحرك بقى لها كلمة wheel chair طبعا ده معناها كرسي متحرك اللي هو كرسي بعجلية بعد كده I don't like this film انا لا احب هذا الفيلم it's not هو ايه طيب هنا بيقولك انا ما بحبش الفيلم ده يبقى هو الحاجة الوحيدة اللي تنفع عندي كلمة مخيف it's scary فيلم ده مخيف اللي بعده بقول my favorite note in this story is Alice عايز يقول طبعا Alice دي هي قصة فيها شخصيات وانها شخصية في قصة او كتاب اسمها character عايز اقولك شخصيتي المفضلة في القصة دي هي Alice انزل معايا تحت كده هتلاقي عندك الوحدة الخمسة في نفس الصفحة برضو بمرني على اسئلة الوحدة الخمسة سؤال الاختياري السؤال الاول my friend صديقي sent me a note message yesterday طيب صديقي ارسل لي عايز اقولك رسالة نصية طبعا رسالة نصية اسمها text message يبعني كلمة text اللي بعده بقولي I watch football matches on an internet note انا تفرقت على المباراة كرة القدم عايز اقولك طبعا هنا عايز اقولك انا موقع على الانترنت موقع اللي هي ويب سايت موقع الالكتروني طبعا اللي بعده click on the icon on your note اضغط على الايقونة دي طبعا عايز اقولك هنا اضغط على الايقونة في اللابتوب هي ممكن يكون عليها ايقونة اللي بعده a or an note is a photo of yourself normally on a mobile phone طيب هنا بيقولك صورة لنفسك عادة بتلتقطها على التلفون يعني دي اسمها يبقى برفو عليك دي الصورة selfie كلمة selfie اللي هي طبعا selfie يبقى a selfie الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض اسئلة الوحدة الربعة سؤال رقم خمسة بيقولي هنا a blog is our an مؤدعر طيب هنا البلوغ هي مدونة المدونة دي يعني يوميات على الانترنت او مؤلفات يبقى هنا كلمة online اللي بعده بيقولي سوها isn't making a note but ولكن she is talking to her friend هي بتكلم اصدقائها كلام عادية على التلفون يبقى هي مش بتعمل video call يبقى نقوله make video call يبقى هنا نكمل video call ننزل بعد كده على unit 5 الوحدة ال5 برضو بيمرني هنا في نفس الصفحة على اسئلة على الوحدة ال5 اسئلة الاختياري السؤال الاول بيقولي هنا children الاطفال like to build on the beach طيب الاطفال بيحبوا ان هم يبنوا ايه على الشاطئ بالروح الشاطئ بتبني sand castle اللي هي اسمع قلعة من الرمال يبقى هنا sand castle اللي بعده in the note we slept in a tent last summer طيب هنا بيقولك tent هنا معناها خيمة يعني احنا نمنا في الخيمة هتنام في الخيمة فين اكيد في الصحراء يبقى هنا عايز اقولك in the desert يعني في الصحراء نمنا في الخيمة الصيف اللي فات اللي بعده a note is something you buy to remember a holiday طيب الحاجة اللي بتشتريها علشان تفتكر الاجازة قلنا remember يعني تتذكر الاجازة بتشتري السابونير اللي هي اسمعها هدية تسكرية بعده كده بيقولي in France في فرنسا eating note is popular اكل ايه بقى في فرنسا بيكون شائع هناك يعني طيب الحاجة الوحيدة اللي ينفع تتاكل اصلا تحت اللي هي المحار او القواقع سنيلز بعده كده بيقولي a note is a large hole inside اما عنتن طيب هنا بيقولك فتحة كبيرة جوة الجبل جوة الجبل فتحة دي اسمها cave اللي هو طبعا الكحف يبقى هناك كيف الصبحة اللي بعده كده نكمل مع بعض اسئلة على الوحدة الستة السؤال الاول بيقول هنا not aren't healthy because they have fats طيب حاجة مش صحية بسبب ان هي تحتوي على دهون طيب احنا قلنا اللي فيها دهون واملاح هي المقرمشات مقرمشات بقى اسمها crisp يبقى نختار كلمة crisp اللي بعده it's good to put a note of cinnamon on food طيب من الجيد انك تضع طبعا هزولك معلقة من الارفة cinnamon اللي هي الارفة معلقة بقى اللي هي tea spoon معلقة شاية اللي بعده بقول لي a note is a person who serves food and drinks in a restaurant الشخص اللي بيقدم الطعام والشراب في المطعم ده اسمه ايه الجرسون الجرسون اللي هي waiter يبقى هنا كلمة waiter اللي بعده don't not too much sugar it isn't healthy خلي بالك ده مش صحي عايز اقول لك هنا لا طبعا لا تضيف الكثير من السكر كلمة يضيف بقى اللي هي add فهنا اقول له don't add اللي بعده the main note of salad are tomatoes cucumbers and onions خلي بالك بيقول لك هنا المكونات الرئيسية للسلطة الطماطم والخيار والبصل طيب مقادير رئيسية اسمها طبعا the main ingredients يبقى هنا اقول له كلمة ingredients اللي هي مقادير او مكونات الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض بيبدأ يمرني على سؤال القواعد اللي هو سؤال correct طيب نبدأ مع بعض على الواحدة الاولى سؤال الاول بيقول لي it's not your watch بعده كده بيقول لي it is me خلي بالك عايز يقول لك ان دي مش ساعتك عايز يقول لي الساعة دي ملكي طبعا اللي بيجي في اخر الجملة ده ضمير الملكية فعشان اقول me الصح ان اقول it is mine الساعة دي بقى بتكون ملكي انا يبقى هناك كلمة mine اما الصفة الملكية يعني لو mine مثلا لازم يجورها اسم بعدك اقول لي they are happy not child good appraise طبعا عايز يقول هنا زي دي جمع فيقول لك هم ساعة ده اطفال هم يبقى عايز صفة ملكية خاصة بالجمع بيهم هم اللي هي طبعا كم الزير نكتبها صح كل عليك انك هتشيل الاس في الاخر دي فعنا تقول لي they are child اللي بعده بيقول هنا that is not new room طيب برضو خلي بالك new room ده اسم اللي بيجي قبل الاسم هو صفة الملكية يبقى عايز يقول غرفتهم الجديدة take your mobile it's not برضو نفس الكلام هنا بيقول لك خد التلفون بتاعك it's هو عايز يقول ملكك انت بقى يبقى تخليها هنا اللي بيجي في الاخر الضميرة الملكية فتقول لي yours صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض اسألة correct على الواحدة التانية السؤال الاول بقوا لي I eat never unhealthy food خلي بقى لك عندنا قاعدة اسمها ظرف التكرار يأتي قبل الفعل الاساسي يبقى هنا اللي انت هتعمله نك هتبدل give never اول احفظ معي القاعدة دي ظرف التكرار دائما يأتي قبل الفعل الاساسي وبعد اقام الزعر يعني يكون عندي فعل اساسي زي eat كده ظرف التكرار يجي الاول اقول له never وبعدين eat يبقى هنا never eat اللي بعده بيقول لي هنا the boy name is the ad هنا عايز يقول لك اسم الولد يكون زياد دي طبعا اسم الكهي الصحة هنا تقول له ابو صرفي اس لان زياد ده مفرد يبقى تقول لي the boys اللي هي اخرها ابو صرفي اس بعد كده بيقول لي we ever speak english during english لأساس طيب خلي بالك احنا طبعا بنتكلم انجليزي في حصة اللغة الانجليزية يبقى الصحة هنا ما بقعش اقول ولا ever ولا never الصحة هنا تقول دائما نحن دائما نتحدث الانجليزية يبقى تقول لي we always اللي هي طبعا معنى ها دايما بعد كده بيقول لي whose bag is this قاله في الاجابة it is nada طيب دي طبعا ملكية سؤال عن الملكية عايز برضو هنا اقول اس الملكية يبقى اقول له ندا وحط لها ابو صرفي اس قلنا لما يكون اس معنا بتحط في الاخر ابو صرفي اس هو اعزو لهو ملك ندا الصبحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا we have got any bread طيب خلي بالك عندنا قاعدة اسمها have و has got طب هنا بيقول لك any any دي نفي يبقى هنا لازم انفي يبقى له هنا haven't got خلي بالك لما تلاقي any في الجملة لازم الجملة دي تكون منفية يبقى له haven't احط لها انه ابو صرفي تي في الاخر اللي بعده has has he got a car قاله في الاجابة no he isn't طيب isn't got منين هو بيسأل به has يبقى لازم يجوب به has السؤال بهال اللي بيسأل به بجوبي هجبها منفية تبقى hasn't اللي بعده I have get لا هي ما اسمهاش get الصح القاعدة بتقول لي have has got يبقى لها تهتشل get وترجحها got اللي بعده has you got طيب هنا خلي بالك you ده فعل jam منفعش اسأل عنه has الصحة هنا انت تسأل برفو عليك have يبقى have you got الصحة اللي بعده كده نكمل مع بعض اسئلة على unit four السؤال الاول بيقول هنا what have the students doing خلي بالك الفعل هنا اخره ing يبقى ده مدارع مستمر منفعش have الفعل المساعد بتاع المدارع المستمر are or is طيب هنا students jam يبقى تختار ايه تبرافو عليك are the students dog اللي بعده who is call الف الكابة علي طيب برضو مدارع مستمر يبقى who is calling الفعل اخره ing المدارع المستمر am is are والفعل اخر ing اللي بعده there are any mobile phones اتفقنا عندي any يبقى نفي على طول نفي يبقى تجيب لي هنا are تحطي لها ان ابو صرفتي في الاخر تبقى كلمة are d يبقى هنا لا يوجد اي تلفونات بعد كده بيقول لي are there any bottles left طيب برضو هنا zero مكتوبة غلط عايز اقول هل يوجد لازم تكون حافظها طبعا zero t-h-e-r-e الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض اسئلة على الوحدة الخمسة السؤال الاول بيقول هنا my uncle go to the market yesterday طيب انا عندي هنا كلمة yesterday دي بتدل على الماضي البسيط اللي هي معناها امس يبقى على طول قول ما تشوف حاجة بتدل على الماضي تجيب الفعل في الماضي الماضي من جوبة برافو عليك اللي هو went يبقى عايز يقول خالي ذهب الى الماركت يبقى went اللي بعده are you ready for the exam yesterday برضو نفس الكلام ده سؤال في الماضي البسيط طيب هل هنا عندي فعل في الماضي ما عنديش ما عنديش هنا يا شباب فعل في المصدر يبقى هنا تسأل يا بوز يا وير على حسب الفعل الفعل عندك هنا اللي هو you ده جمع يبقى الصح انت تقول لي where في الماضي ما نفعش هنا are اللي بعده when i was five i don't have a watch انا ما كانش عندي ساعة طيب هنا ماضي when i was يبقى عايزوا يقول هنا i didn't الماضي يا شباب فيه didn't عايزوا لك لما كان عندي خمس سنين ما كانش عندي ساعة اللي بعده did you wore your new jacket yesterday حد يقول لي مستر ده سؤال في الماضي يقوله خلي بالك did على طول لها شرط يجب على الفعل في المصدر المصدر انك هترجع war لأصله اللي هو كلمة where يرتدي الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض اسئلة على الوحدة الساعة السؤال الاول بيقول لي هنا no there aren't ويقول لي some lose طبعا ما نفعش هنا استخدم some لي aren't هنا نفي في النافي لازم استخدم any عايز يقول لك لا لا يوجد اي يبهنا استخدم كلمة any ما نفعش some اللي بعده cheese are my favorite food خلي بالك cheese كلمة uncountable لا تعد تعامل معاملة المفرد مفرد يبهتقول لي is عشان هي كلمة لا تعد اللي بعده there isn't any canals near خلي بالك هنا ما نفعش isn't ليه كلمة canals جاء جمع جمع باستخدم زير are هجابة منفية برضو تبقى aren't يبقى أنا بص على اللي بعد زير is وزير are لو جمع باستخدم are لو مفرد باستخدم is can i have any water please حد يقول لي مستر ده سؤال وهنا any هقول لك خلي بالك السؤال ده عرض او طلب يعني عرض وطلب عرض وطلب تستخدم some سأبدأ معي unit 1 سؤال الاختياري سأبدأ مع بعض السؤال الأول your sister is your parents سؤال مهم جدا أختك بتكون ايه بالنسبة للوالدين بضعك طبعا هي بنتهم يبعيزوا لك هي ابنة الوالدين daughter a group of people who play music together is called مجموعة من الناس بيعزفوا موسيقى مع بعض دول اسمهم فرقة موسيقية فرقة موسيقية اللي هي band اللي بعده has and hat are نقط هما الاتنين بيكونوا ايه they are brothers and aged 12 هما الاتنين عندهم 12 سنة واخين يبقى هما الاتنين ايه شاباب عندهم نفس العمر يبقى هما الاتنين توقم توقم اللي هي twins اللي بعده نقط are animals that are like sheep الحيوانات اللي بتشبه الخراف طبعا دي الماعز ماعز اللي هي goats اللي بعده not is a difficult sport طيب الرياضة صعبة انزل في الاجابة تحت هتلاقي الرياضة واحدة اللي موجودة اللي هي طبعا gymnastics اللي هي لابة الجنباز بعد كده الواحدة التانية اسؤال اللي اقول we know it's time for the next lesson when we hear the not احنا بنعرف وقت الحصة اللي جاية لما بنسمع ايه طبعا بنسمع جرس المدرس اللي هو اسمو بال اللي بعده add break في الفسحة i play games with my friends in the mall في الفسحة انا بلعب مع اصدقائي فين طبعا في الفسحة بنلعب في الملعب بتاع المدرسة حش المدرسة ده بنسمي play ground يبهنا in the طبعا play ground اللي بعده the children in the USA not to school on a snowmobile برضو هنا بقول لك الاطفال في امريكا بيروح المدرسة عايز يقول لك طبعا بيركبوا أو بيسفروا some children in Egypt not to school bikes are fantastic العجل أو الدرجات رائعة جدا يبه هما بيعملوا بيركبوا عجل اللي هي سايكل اللي بعده cars buses boats and trains are means of not طيب العربيات والإدوبيسات والمراكب والقطارات كل دي طبعا من أشكال المواصلات اللي يسمحها transport يبهنا نقول له transport الصحة اللي بعده كده نكمل مع بعض أسئلة على الوحدة الثالثة السؤال الأول بيقول لي a baby bird is not it cannot fly for many days طيب هو ما بيقدرش يطير لأيام كتيرة يبقى الطائر ده ضعيف لسه يبقى الطائر الصغير ده ضعيف كلنا ضعيف ليهويك اللي بعده my aunt my aunt is not she always gives me big present أنا بيقول لك النخلتي بتكون ايه هي دايما بتديني هدايا كتير هدايا كبيرة رعيبة هي طبعا طيبة لها kind اللي بعده a not person makes good decision طيب الشخص اللي بيتخذ قرارة جيدة قلنا ده طبعا عاقل او رزين اللي هي كلمة sensible اللي بعده ولي a blog is a or a not on which someone writes regularly طيب هنا بيقول لك المدونة دي المدونة الالكترونية خلي بالك هي بتكون موقع اللي الشخص طبعا بيقدر يكتفي بانتظام موقع اللي هي ويبسايت موقع الالكتروني اللي بعده باسل has got our and not because he cannot walk هنا بيقول ان باسل عنده بسبب ان هو بيقدر يمشي وانا قبل كده بيقدر يمشي بيركب wheelchair كورسي متحرك بعد كده الواحدة الربعة السؤال الاول بيقول they are taking not I am sending you one of their photos now طيب أنا هبعط لك صورة دلوقتي خلي بيلك هو بتكلم على صورة صورة selfie هم التقطوا صورة selfie هبعت لك دلوقتي طيب عايز اقول كلمة selfie اللي هي service صور selfie بعد كده is not making a video not but she is talking to her friend طيب هي دلوقتي بتكلم صحابها هي ما بتعمل شي video call يبال الناس عند هناك call اللي بعد مستر عثمان is not his phone with a phone charger طيب مستر عثمان هايز يقول طبعا is هو بيشحن بايه بشحن التلفون يبال شاربي بعد كده بيقول هنا computers and the mobiles are examples of not الكمبيوتر والموبيل دي امثلة طبعا ل technology يبقى نقول technology اللي اللي بعد وقلي it's important to safe online من المهم ان تبقى امن على الانترنت اللي اسمها stay safe يبقى stay بعد كده a not is a big strong building from the past طيب past اللي هو من الماضي مبنى كبير وضخم وقوي من الماضي ده اسمه قلعة القلعة اللي هي castle اللي بعد a dolphin is a friendly animal طيب هو طبعا حيوان بحري ودود كلمة بحري اللي هي c يبقى c animal اللي بعد a not is something you buy to remember holiday شيء معين بنشتري علشان نفتكر الاجازة طبعا ده اسمه souvenir اللي هي الهدية التسكرية اللي بعد to not is to sleep for a time in attempt انك تنام لمدة او لوقت محدد في الخيمة طبعا كان يوجد منظر جميل للمدينة من على قمة الحاجة منظر طبيعي اللي هي كلمة view اللي هو منظر الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض اسئلة على الوحدة السادة سؤال الاول يبدأ معها يقول you can boil water تقدر تغلى الميا النقط فين طبعا بنغلى الميا في الوعاء او الانية الوعاء ده اسمه saucepan يبقى السؤال الثاني بيقول هنا نقط is not a cooking verb ليس من افعال الطهي انزل في الاجابة عندك كل الافعال ده افعال الطهي مع كلمة play اللي هي يلعب اللي بعد the which I always remember is fish and rice طيب خلي بالك هنا بيقول لك اللي نفكر طبعا اللي هي السمك ورز يبقى هنتكلم على الوجبة اللي من عناصرها السمك ورز وقبة اللي هي meal اللي بعد you shouldn't eat those crisp because they are نقط لا يجب انك تأكل كثير من المقرمشات بسبب انهم غير صحية طالما قال لك هنا shouldn't لا يجب يبقى الحاجة دي غير صحية غير صحية اللي هي unhealthy بعد كده fully things that the price is easy هو بيعتقد ان عايز وصفة الريز بلبن دي بتكون سهلة عايز اقول وصفة اللي هي كلمة recipe يبقى اقول that the recipe بعد كده بيبدأ اسألني على القواعد على الوحدات برضو نبدأ ب unit 1 السؤال الاول بيقول they are her bags they are نقط طيب يقول ان دي شرط بتاعتها يبقى هي ملكها هي عايز ضمير الملكية اللي بيكي في الآخر اللي هو hers بعد كده our parents are proud of not because we work hard at school طيب الوالدين فخورين عايزو لك بنها احنو طبعا proud of بيكي بعد هذا ضمير المفعول اللي هو us بعد كده throw the ball to not please i am waiting من فضلك انا انتظر ارمي الكورة عايزو لك الي برضو حرف قر بيكي ورد من مفعول اللي هو me اللي بعده grand father arrives at five o'clock let's go to meet نقط يلا بينا طبعا عايزو يقول لك هنا نقبله هو لانه هو بتكلم على grand father يبقى هنا شباب خلي بالك برضو هحط هنا ضمير المفعول بيجي بعد الفعل اللي هو طبعا عند هنا كلمة him اللي بعده بيقول clap for the football players نقط played طيب هنا بيقول سقف اللي عيبة دي عايزو قول لك هنا فاعل عادي هما لعبوا بشكل جيد يبقى هنا عايز subject pronoun اللي هو الفاعل الفاعل اللي عندي الجامعة اللي هو زي عايزو لك هوم يعني اللي بعده بيقول هايدي not with her grand father ده مضارع بسيط مضارع بسيط خلي بالك حط عينك على الفاعل هايدي هنا مفرد مفرد يبقى الفاعل آخر أس يبقى لبس اللي بعده هاني not basketball he plays it everyday طيب هو بيلعب ده كل يوم ده مضارع بسيط الفاعل عندي هاني مفرد يبقى لبس بيحب اللعبة اللي بعده what not you listen to on the radio or to music طيب خلي بالك هنا برضو مضارع بسيط مضارع طيب احنا بناشي في ورسعيد احنا عايز يقولك طبعا بنزرها في الصيف يبقى هنا عايز يقولك الفاعل طبعا الجامع يبقى نجيب الفاعل في المصدر اللي هو بدون اضافات اللي هو طبعا كلمة we visit يبقى نقوله بنزرهم في الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال اللي عليه الطور بيقول اللي هنا وابعدين بيقول لي في الجبال طيب خلي بناك هي ما كانتش عايزاها تفضل عايشة في الجبل يبقى هنا محتاج ينفي في المضرع البسيط هنا الفاعل عندي مفرد يبقى هنفي بعد كده بيكون عندي السؤال الأول بيقول لي طيب برضو ده مضرع بسيط برضو محتاج أنفي عندي هنا هنا طبعا يوم الجمعة ببنروحش مدرسة بيحنفي بنيبر اللي بعد الجو حر في الصيف طبعا عادة بيكون حر اللي هي كلمة usual البقى كله نفي فهنا استخدم usual اللي بعد what are you good طبعا عندنا حاجة اسمها جاية في اسأل good at اللي بعد اميرة نقط her homework after dinner طيب خلي بالك بقى ظرف التكرار بيجي قبل الفعل الاساسي وبعد am with are يبقى هنا الاول انت هتقول لي اميرة دي مفرد فهتجيب لي never thus اللي بعد بيقول after dinner i usually نقط a shower and read a book in bed طيب خلي بالك هنا انا عند هنا بعد الغداء عايز اقول لك i usually يبقى have لين اي تعتبر جامعة اللي بعد she نقط break fast with her family طيب نفس القاعدة برضو عايز يقول تناول الافطار يبقى شي الاول هجيب ظرف التكرار اللي هو often وبعد فعل طبعا نضف له has يبقى usually or usually has يبقى usually has اللي بعد this is the not room نفس الكلام برضو هنا عايز بقى s الملكية غرفة المدرسين طبعا مدرسين جامعة يبقى ابو سرف في الاخر يبقى teachers اللي بعد it is not طيب برضو هنا بيتكلم على s الملكية hoda اس معالم ونحط في الاخر abo s يبقى دي كراس hoda hoda notebook اللي بعد بيقول نقط pencil case is this it 's not has طيب ده ملكية بسأل عن الملكية بملكمان ملكمان او المن اللي هي كلمة who's بعد كده بيقول لي هنا we not say unkind things to other students طيب احنا ما ينفعش ابدا نقول حاجة غير طيبة للاخرين محتاج انفي طيب هنا شباب مدرع بسيط هنفي بايه كنون الوحيدة بتنفع عندي هنا لان بفعل عندي جامعة ما كده بيكون عندي الوحدة الثالثة السؤال الاول my best friend got short dark hair طيب خلي بالك عندنا حاجة اسمها have وهذا على حسب الفعل حط عينك على الفعل هنا صديق المفضل ده مفرد يبقى الصح ان انت تستخدم has got عنده او يمتلك he lives in england so he not speak english طيب سهل جدا هو عايش في انجلترا لذلك هو بيقدر يكلم انجليزي بشكل قايد يبقى اللي بعده بيقول هنا مصطفى loves نقاط art at school طيب مصطفى بيحب طبعا عند حاجة اسمها شباب مصطفى loves بيقر الفعل اخر اي انجي خلي بالك love enjoy like doing الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا does your father نقاط traveling to work طيب خلي بالك انا بالفعل بيجي في المصدر اللي هو like يبقى انا عايز افعل في المصدر بدون اضافات يبقى اقول does your father like اللي بعد i نقاط pick up that box my arms are weak عايز اقول لك الندر عاني طعيفة جدا يبقى انا هنا مش هقدر ابدا اشيلي الصندوق ده طيب منفي عدم القدرة بيستخدم can't اللي بيقول باسل can't run ما بيقدر شي يجري نقط he is fast in his wheelchair طيب هو هنا يديني سبب عايز اقول لك ما بيقدر يجري سوري يقول but ولكن هو سريع في تناقض هنا بعد كده اقول i'm quite short نقط dark hair طيب عايز اقول انا الحد ما اعز قصير طبعا اسمائي يا شباب براف short with dark hair بعد يقول هنا اسمائ likes playing football basketball نقط tennis طيب احنا قلنا حاجة بعد كما وحاجة ثانية يبقى end tennis يبقى هنا اعز كلمة and ما بعد فاوزي and حمدي نقط painting طيب خلي بالك هنا painting فاوزي وحمدي جمع طبعا ما جمع يبقى في المصدر هذا مطرع بسيط يبقى تقول love painting love في جرر الفعال آخر ing سؤال اللي بعد يقول هنا there is a mouse نقط the laptop on the teacher's desk طيب انزل شوف حروف الجرر كده هنا ما ينفعش اقول next عشان to ما ينفعش برضه and front عشان off يبقى next ما نفعش and front ما across from اللي ينفع معي الهي السؤال can be is لانه بسعى مفرد is zero mouse بعد يقول are you wearing brown shoes yes i not طيب هنا خلي بالك بقى the u تحولت عندي i يبقى the r تحول to m yes i am to make a cup of tea not some water in a kettle and boil it طيب خلي بالك هنا عايز يقول لك امر في صغط الامر يستخدم not talk to people you don't know online برضو عايز ينهي عن حاجة في النهي بنستخدم don't والمصدر يبقى don't talk ما تكلمش حتى انت ما تعرفوش بعد كده to make a video cool not your tablet on برضو صيغط امر طلما في كما وبدأ جملة يبدي جملة جديدة في الامر ببدأ بالفعل في المصدر يبقى هنا بيقول turn في المصدر بدون اضافات اللي بعد as he not football no he isn't طيب خلي بالك هنا عايز يقول هل هو بيلعب كرة قدم يبقى يبقى as بيقرر الفعل ing مضارع مستمر يبقى as he playing اللي بعد my friend عمر no his homework now now دي مضارع مستمر مضارع مستمر بقى شوف الفعل عندك مفرد يبقى as طيب خلي بالك هنا برضو عندي aren't دي منفية في النفي بقوله any اللي هو عايز يقول لك يعني ولكن لا يوجد أي tablets الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الأول فيها بيقول هنا i am playing chess online بعد كده بيقول i not at the moment في هذه اللحظة خلي بالك at the moment دي مضارع مستمر مضارع مستمر على طول يبق i هنا أو الفعل الاخر ing بعد كده الوحدة الخمسة السؤال الأول بيقول last week i not from kairu to aswan طيب last week دي ماضي بسيط ماضي بسيط هتجيب الفعل في الماضي طيب فعل منتظم يبقى يجي اخر ed يبقى travelled بعد كده طيب احنا قلنا when i was دي ماضي عاطو لما كان عندي 8 سنين احنا عايز اقول لك ذهب في الماضي طبعا بعد near our house there not a busy market بالقرب من منزل عايز اقول لك هنا كان يوجد في الماضي خلي بالك ده مفرد يبقى was a busy market اللي بعد where not you go on holiday last year طيب خلي بالك هنا سؤال في last year في الماضي البسيط عايز هنا فعل مساعد الفعل المساعد الماضي هو did يقول did you go بعد كده بقول train at eight o clock and soon we passed giza طيب لما يقول عندي جملتين في جملة في الماضي بعد end يقول قملة الأول برضو في الماضي يقول left غضرة اللي بعد بقول did you not a mountain سهلة دي او متلاقي did على طول يجب وراء الفعل في المصدر مصدر فعل بدون اضافات يبقى نقول climb a mountain بعد كده بيقول what time not you go to sleep last night طيب ده سؤال في الماضي عايز فعل مساعد عندي فعل في المصدر يبقى did you go الماضي الماضي من learn يجب حافظ الفعل اخر ت يبقى انا تعلمت بعد كده my father bought our tickets at ramsi station then we not on that train طيب خلي بقى كده انا هنا بيتكلم في صغة الماضي vote في الماضي يبقى هنا عايز الفعل في الماضي الماضي عندي اللي هو got on بعد كده which lesson did you not before english طيب برضو هنا did بيجو رها المصدر طيب المصدر بقى اللي هو كلمة have دي المصدر بضحة بعد كده بيكون عندي الواحدة الستة سؤال الاول بيقول let's go to the shops there is not time before our train leaves طيب احنا خلي بالك بقى عندنا قاعدة اسمها وقت كافي عايز يقول هل يوجد يبقى هنا fix دي جمع طيب ما جمع يبقى زير are fix طيب ما عنديش هنا are fix احنا يبقى aren't any طيب ما في any بعد كده بيقول we not eat too many crisps they have too much salt and fat طيب دي حاجة فيها دهون وفيها ملح يبقى حاجة مش صحية يبقى يبقى هو عايز يقول عادة عايز يقول طبعا يا شباب كريم مفرد يبقى هاز اسنائك يتناول وجبة خفيفة يبقى هناك كلمة هاز علشان الفعل عندي طبعا مفرد يبقى صح اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا there any hums بيسأل سؤال قال في الإجابة no there isn't خلي بيقول طالما isn't يبقى هو بيسأل عن حاجة مفرد يبقى عايز يقول هل يوجد للمفرد اللي اسمها is there اللي بعد there are not of rice pudding recipe online خلي بيقول السؤال ده سهل جدا عايز يوجد الكثير من الروز بلبن أو وصفات الروز بلبن طيب كثير من طبعا عندي هناك كلمة off يبقى عايز معها not off بعد كده بيقول هنا the saucepan is hot طاصة دي سخنة جدا you shouldn't not it طيب should we shouldn't احنا عارفين بيجوار المفعل في المصدر بدون اضافات يبقى يبقى يقول shouldn't touch it ما ينفع تلمس ها بعد كده there is not cheese on the table طيب خلي بالك الجملة دي مسبتة ما فيش نلف ينفع شئ any الصح انك تقول some اللي بعد have we got not rice to make koshary طيب خلي بالك بردو ده سؤال انا عندي هنا rice هو uncountable لا يحد طيب هنا هنحنا عندنا رز كافي كلمة كافي اللي هي enough فالصح هنا انت تقول have we got enough rice اللي بعد وبيقول we not eat lots of fish it doesn't have a lot of fat السمك ده هو عايز يقول لي مش فيه دهون كتير يبقى احنا لازم ناكل سمك كتير يجب اللي هي شد بعد كده بيبدأ يمرني على سؤال مهم جدا في امتحان على القواعد سؤال على يون يقول بي بسأل بي الصحة هنا كان يقول do you play chess يبقى الصحة عشان you تسأل ب do اللي هو فعل مساعد خاصة بالجامعة طبعا المدارعة البسيطة السؤال اللي بعد كده بيقول هنا I doesn't listen to music I play football طيب خلي بالك انا عندي هنا الفعل I ما ينفعش هنا لما كل فعل الجامعة انفي الصحة يا شباب اننا هنا هنفي don't اللي هي خاصة بالجامعة قلنا I we use لما جنفي هنفي بكلمة don't يبقى I don't listen بعد كده السؤال التالت بيقول what is her house طيب خلي بيقى الهوايات هنا جامعة طالما جامعة فهن سيخدم is الصح ان انت تقول what are لانك بتسأل عن حاجة جامعة يبقى تقول are بعد كده السؤال اللي عليك دور selim don't play tennis after school طيب حط هناك على الفاعل كده selim ده مفرد قلنا المفرد يبقى doesn't مدرع البسيط لو الفاعل مفرد بنفب doesn't لو الفاعل جامع بنفب don't يبقى doesn't play بعد كده واحدة الثانية يقول this is Alice phone at cnew طيب خلي بالك دي اس الملكية بس محطوط غلط الصحة هنا طالما اسم علم بحط ابوسر في اس اللي هي اس الملكية هزول التليفون علي اللي بعت we always walk to school my dad and mom drive us to school طيب ما منفع لنقول دائما بنمش المدرسة لأن بابا وماما بيوصلونا بالعربية يبقى هنا يحتاج ينفي فالنفي ممكن استخدم مكان always استخدم never ابدا يعني بعد كده دينا go swimming on sardes days and saturday طيب خلي بالك احنا انتفقنا حط هناك على الفعل دينا عندي هنا مفرد طيب مفرد يبقى الفعل يجي اخر اس او اس طيب بالفعل هنا اخر او اضع اس في الاخر اس ما goes بعد كده there are my brothers jackets they go to the same school طيب خلي بالك هنا برضو اس ملكية ولكن هنا عايز لك جمع لان زي هم يبقى اخوات زي ما هي كتبها تاني وبعد اس في الاخر اضع ابوسر في فوق لان طبعا اس ملكية خاصة بالجمع الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض الوحدة الثالثة السؤال الاول بيقول هنا مجدا نقط like swimming طيب خلي بالك ده مضرع بسيط ولا مضرع بسيط مجدا مفرد يبقى انفي هنا ب doesn't ما يفعش don't يبقى doesn't like اللي بعده I can pick up that box my arms are weak طيب يبقى دراعي ضعيف يبقى هنا انا لا استطيع يبقى محتاج أنفي بقى انا هنا مش هقدر الشي للسندوق يبقى اوله can't الان النفي من البعض مصطاف loves playing football but he doesn't like play tennis طيب هنا مفعش اقول play ليه قلنا كلمة like enjoy طبعا الكلمات دي بيقرر الفعل اخر ing يبقى هنا like playing tennis يبقى هنا اقول playing احط الفعل اخر ing بعد كده all my brothers and sisters have get dark curly hair ما سمعهش get الصحنة تقولي have got دي قاعدة شباب لازم تتحفز زي ما هي have has got بعد كده الوحدة الربعة السؤال الاول is there any printers طيب السؤال دي الغلط فيه جمع ما ما يفعش تسأل عنه is الصحنة تسأل are يبقى الغلط هنا is ما يفعش يجب غير الفعل وضف ing ده مضارع مستمر يبقى تقول grand ma is reading تحط الفعل اخر ing بعد كده mom and sister make a cake now كلمة now معناها الان تدل لها مضارع المستمر طيب الام والاخت ده الجمعة يبقى تقول are الاول عشان مضارع مستمر قام از are طيب احنا قلنا كلمة جمعة طالما جمعة مفعش انك تنفي ب isn't طبعا نفي عشان اني يبقى تقول aren't عشان خاطر التابلتس جمعة يبقى هنا تقول aren't لا يوجد اي تابلتس بعد كده بيكون عندي الوحدة الخمسة السؤال الاول where did you stayed طيب سهلة دي did بيجورها مصدر الفعل يبقى انتعتش edd فتقول هنا where did you stay الفعل في المصدر بعد كده بيقول طبعا برضو ما ينفعش played جاي ماضي عندي الفعل التالي ماضي زيها الماضي بالride اللي هي طبعا الroad يبقى هنا علي ركب على دركته يعني بعد كده بيقول what did you ate for dinner last night ما ينفعش احضره eat الفعل في المصدر بعد كده they don't travel by car they walked طيب خلي بلاك هنا لم ينفعش don't للفعل في الماضي ما عرفت انه ماضي انه هم مشوا في الماضي كلمة walk دي جاي في الماضي يبقى تقول لي didn't لما جان في الماضي البسيط بنفي كلمة didn't بعد كده عندي الوحدة الستة السؤال الاول المفرد بياخد كلمة too much الكميات هشباب بستخدم معها too much يبقى هنا كلمة much اللي بعد are there not tomatoes in the fridge طيب خلي بلاك هنا ما نفعش صم احنا في حالة السؤال والنفي بنستخدم any الا اذا كان السؤال عرض او طيب هنا سؤال عادي فتقول are there any اللي بعد هاني should eat snacks in the classroom طبعا ما نفعش تاكل وقبة خفيفة في الفصل فهنا تقول shouldn't لازم بقى تنفي ما بنكون في الفصل بتاخد الفصحة طبعا يبقى تقول shouldn't اللي بعد there are too much people in the market today طيب خلي بالك كلمة people جمع دي كلمة واحد يبقى نفعش too much قلنا دي الكميات يبقى too many لان طبعا معي بسؤال lesson سؤال نص الاستماع السؤال ده هو عبارة عن نص صغير النص ده بتسمعه كويس جدا وبتركز فيه على مهلك ومن خلال انت سمعته بتبدأ تختار اجابات الى قدامك طيب النص ده شباب بيكون موجود عندك في اخر الكتاب علشان كده هبدأ احلولك بسرعة وابدأ احللك السؤال اللي بعد بيقولي هنا شروق تذهب للمدرسة طبعا هنعرف منين طبعا من النص اللي موجود في اخر الكتاب واللي المفروض بتسمعه في الامتحان يبقى هن تقولي طبعا بتحلم خلال النص فتقولي بعد كده بيقولي شروق طيب هي طبعا هي في المرحلة الاعدادية خلي بالك الاجابات دي انت كلها بتحلها من خلال انت سمعته في النص ده موجود في اخر الكتاب اقروا على مهلك الوالدين بتحق بيشتغلوا فين كان بيقولي طبعا في نفس المكان اللي هو المستشفى بعد كده بيقولي طيب مين بقى اللي بيشتغل في المستشفى لسه اللي هم الوالدين بالنسبة لشروق يبقى شروق اللي اجابات دي كلها موجودة عندك في اخر الكتاب في القطعة اللي موجودة علشان كده بحلولك بسرعة نبدأ بقى نشرح السؤال الثاني وتسؤال مهم جدا هو سؤال المحادسة اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر ده مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه لولي نسمى نسمى وريم بروحوا مكتبة المدرسة فهنا بتقول لها صباح الخير وبتسألها بتقول لها يعني متى سوف نبدأ في عمل البحث فقالت لها اللي هو أثناء الفصحة قالت لها رائع وير ونقاط لازم أرى الإجابة علشان أعرف كيف بتسأل تقول لها ايه قالت لها انا يعني بتقول لها في مكتبة المدرسة يبقى بتسأل عن ايه هنعمل البحث ده فين طيب وير موجودة عندي هجب بقى الفه المساعد اللي هو سوف وي دو يعني أين سوف نبحث يعني في مكتبة المدرسة ار نقط لا انا جاهزة يبقى بتسألها هل انت جاهزة هل انت مستعدة اسمها هل انت مستعدة قالت لها ايوه انا جاهزة ومستعدة بعد كده قالت لها هنا هل هيكون سهل اننا نلاقي الكتب اللي احنا محتاجنا طبعا هترد عليها وتقول لها او بالتأكيد طبعا في المكتبين مين بقى اللي هيساعدنا في الموضوع طيب في المدرسة اكيد هيساعدك المدرس بتاعك فممكن تقول لها اللي هو المدرس بتاع بعد كده بتقول لها هي اكيد هتتمنى وتقول لها الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا السؤال الثالث في الامتحان سؤال القطعة سؤال مهم جدا اهم حاجة انك تقرر القطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تبدأ تحل هنا بقى هسيب لك قرية القطعة زي واجب كده قرية قطعة برحتك لو في كلمة وفت معاك اكتبها لي في التعليقات نبدأ نحل مع بعض اسألة بالقطعة السؤال الاول بيقولي هنا what are mona's favorite subject طيب بيسأل عن هواية المفضلة بالنسبة او المادة الدراسية subject مادة الدراسية المفضلة بالنسبة لما كان بيقولي في القطعة انها تحب مادة الحاسب الآلي وطبعا العلوم يبقى اول مادة اقول لك computer status اللي هي مادة الحاسب الآلي and science طيب الاجابة انت ما تحلهاش الا بعد ما تقرأ القطعة على معنك وخلي بالك بعد ما تقرأ السؤال ترجع للقطعة ثاني يبقى بيسأل المواد المواد بالنسبة لها why does she want to speak English طيب بيسأل هنا ليه هي عايزة كلمة انجليزية كان بيقولي السبب في القطعة ان هي طبعا عايزة تتواصل مع اطفال اخرين يبقى بيقول له to communicate بيقول له السبب اللي هي معناها هي تواصل with other children with other children يعني عايزة تتواصل مع اطفال اخرين زي ما اتفقت معك قبل كده انت بتحل القطع دي من خلال فهمك القطعة اللي جابت كلها موجودة جوه القطعة اللي بنكتبه ده بنكتبه من خلال قرائتنا للقطعة بعد كده بيقول لي as mona write to use technology why بيسأل هل مونة طبعا هنا عايزة أقول لك تستخدم technology why طيب هو كان بيقول لي yes طبعا طب نظر نقول ان هي كان بتعمل ايه شباب كان بتعمل حاجة اللي هي search and learn بتتعلم وكانت كمان بتبحث يبقى هنا بتستخدم التكنولوجي استخدام صحيح السؤال اللي بعد كده بيديني برضو اسئلة اختياري على القطعة السؤال الاول بقول لي the underlined word it الضمير it بيشير الى ايه طيب الضمير اللي تحت الخط ده بترجع للقطعة تاني وتقرى الجملة اللي قبلها هو هنا بقول لي place was a river يبقى بيشير الى النهر يبقى اول اجابة عند يا شباب في رقم اربعة هتبقى هي الاجابة رقم c اللي هي طبعا النهر يبقى هنا اقول له it refers to a river بعد كده بيقول لي where is mona now مونا في انت الوقت كان بقول لي in ايجبت في مصر بعد كده what does mona use to practice her english طيب خلي بهلك هي بتستخدم ايه علشان تتعلم الانجليزي هو كان بقول لي بتستخدم حكتين اشباب كان بتستخدم طبعا التابلت والفون بتاحها يبقى a and b اللي جابتين مع بعض اللي بعده mona is talking about her هنا بيقول لي مونا بتتكلم طبعا عن حياتها واصدقائها كلمة الحياة والاصدقاء موجودة في القطع اللي هي life and friends السؤال اللي بعده كده عندي بيكون عندي سؤال اختياري السؤال الاول بيقول لي there are two not people on this beach بعده كده بيقول لي let's go to a different one خلي بالك عندي هنا كلمة people دي كلمة countable كلمة تعد يعني بتعمل معاملة الجمع يبهن السلاماتو من ايه اللي بعده my uncle is not he chooses things wisely خلي بالك هو بيختار حاجاته بحكمة يبقى هو عاقل اورزين عاقل اورزين اللي هي كلمة سالسابه الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا i love sports وبعده كده بيقول لي not is my favorite school subject طيب انا بحب الرياضة يبقى طبعا مادة التربية الرياضية هي المادة المفضلة تربية الرياضية اللي هي physical education اختصارها PE اللي بعده the Egyptian football team فريق كرة القدم المصري arrived not uganda two days ago طيب عندنا هنا شباب عايز يقول لك يصل الى اوغندا طيب خلي بالك arrive هنا يقعوا راها in عشان اوغندا ده مكان كبير يبقى اقول له in ان لبعضه بيقول لي هنا on a not weekend بعد كده بقول لي عمر reads books and the club library عايز يقول لك في عطلة نهاية الاسبوع التقليدية او نموذجية اللي هي اسمها typical weekend يبقى هنا اختار كلمة typical نموذجية او معتاد اللي بعده اقول لي احمد likes history because he loves not about the past طيب خلي بالك احنا عارفين كلمة love و enjoy الكلمات دي كلها بيقوا راها بفعل نضف له ing يبقى له learning اللي بعده my father and mother are my not طيب هنا طبعا الاب والام دول الوالدين والدين بقى اللي هي parents بعد كده بيقول لي the tourists are not a selfie next to the river rail طيب خلي بالك عايز يقول لك التقطو صور selfie طبعا اسمها take a selfie يقول له taking اللي بعده why don't we طبعا swimming يبقى go swimming اللي طبعا ما نذهبش للسباح يبقى go swimming بعد كده بيكون عندي سؤال correct السؤال الاول what not you have for breakfast yesterday طيب yesterday ماضي ما ينفعش المفرد يبقى هنا اقول له there is ما ينفعش اقول are بعد كده عمر shouldn't drink too many fruit juice جوس خلي بالك ما ينفعش هنا too many لان العصير اللي هو الجوس ده لا يعد يبقى هنا too much fruit juice لانه عصير فوقك الى بعد gymnastics are not my favorite sport طيب gymnastics انه مفرد يبقى هنا الرياضة يبقى استخدم معها is يبقى is my favorite sport